أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي قسم الزخرفة والإعلان والتنصيق ورحب بكم النهاردة في حلقة جديدة في مادة الخامات للصف الثالث تكنولوجيا الخامات أو مادة الخامات هي زي ما احنا عارفين ودائما دي المعلومة اللي احنا بنأكد عليها في كل مرة بنتقابل ان الخامات هي الجزء الأساسي من مسلس التكنولوجيا الخامات والمعدات والعمليات وهي المادة المعنية اللي بندرس فيها طبيعة الخامات وكل خامة تركبها ايه مصدرها ايه تحضرها ايه خوصها مميزتها عيوبها طريقة غشها طريقة استخدامها ايه الفوائد اللي بتفدني بيها تنفع مع ايه وما تنفعش مع ايه وده اللي احنا درسناه في الحلقات السابقة حب افكركم قبل ما نبتدي في درس النهاردة وقبل ما نراجع الدرس اللي فات زي ما احنا متعودين كل مرة ان احنا لازم قبل ما نبتدي درسنا الجديد نفتكر كده مع بعض الدرس اللي فات بس قبل ما نبتدي في مراجعة الدرس اللي فات اللي هو كان درس ايه 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 برافو عليكم خدنا بعض انواع الدهانات الدكورية وخدنا كمان اول جزئية في دهان اللاكر طبعا هنراجع على دهان اللاكر تاني النهاردة عشان هنستكمل جزء جديد في باب دهنات اللاكر المتنوع نفتكر احنا من اول بداية الترم اخدنا ايه اخدنا الاول البوليمرات تعرفنا يعني ايه بوليمر قلنا ان في بوليمرات طبيعية في بوليمرات صناعية وفي مزيج من البوليمرات الطبيعية والصناعية اللي هي البوليمرات المحورة وده له الحصول على افضل نتيجة ممكنة من هذه البوليمرات تكلمنا عن بعض البوليمرات بالتفصيل اتكلمنا عن الراتنجات المختلفة اتكلمنا عن استخدامتها قبل كده الحلقة اللي قبلت دهنات الديكورية اتكلمنا عن مركبات السليلوز ودهنات السليلوز وبويات السليلوز وهو عبارة عن بوليمر طبيعي بيتم تحويره بمركبات كيميائية عشان يديني مركبات خاصة ممتازة اقدر استخدمها في دهنات الدوكو او دهنات السليلوز بدأنا في الحلقة اللي فاتت نتكلم عن الدهنات الديكورية الحديثة وطبعا احنا قلنا ان احنا عندنا انواع كتير جدا جدا من الديانات بتعتمد دلوقتي على التفاعلات الكيميائية بتعتمد على تركيب مختلف بتعتمد على سرعة في الانجاز اعتماد على خامات طبيعية بتكلفة معقولة وفي نفس الوقت مقاومة عالية جدا للعوامل الجوية وشكل ديكوري رائع وكمان بتدي مرونة ومساحة للعامل أو الفنان انه يطلع منها نتائج مختلفة بنفس نوعية الديان مع استخدام سككين مختلفة أو تقنيات مختلفة في التطبيق الزخرفي لهذه الدهانات تكلمنا المرة اللي فاتت عن بعض انواع هذه الدهانات خلونا نفتكر مع بعض الدرس بتاعنا المرة اللي فاتت احنا تكلمنا عن الدهانات الديكورية خلينا نراجع بعض الدهانات الديكورية عشان نشوف احنا فاكرين ولا لا أول سؤال عندي في الديهانات الديكورية عن دهان شيلد الخشن ما هي مميزات دهان شيلد الخشن دهان شيلد الخشن دهان أكريليكي أساس راتنجل أكريليك زخروفي يستخدم للأسطح الخارجية طالما قال لي للأسطح الخارجية يبقى برافو عليكم مقاومته للعوامل الجوية عالية طارد للمياه يعني مش بس هو بيقاوم المياه ولكن بيطردها وبيمنع تجمعها على سطحه وده طبعا بيفيد الأسطح المطبق عليها وبيتدي له درجة مقاومة أعلى وبيبقى معمر أكتر مقاوم طبعا للعوامل الجوية طالما دهان خارجي مقاوم للبري والاحتكاك وإحنا قلنا إن البري والاحتكاك ده موجود بالطبيعة المبنى الموجود في الخارج للرياح للأتربة كل دي عوامل احتكاك بيسموها عوامل التعرية والعوامل دي ممكن تسبب تآكل أو تساقط الدهان فهو مقاوم للبري ومقاوم للاحتكاك دهان شلد الخشن نستكمل مميزات دهان شلد يساعد في إخفاء عيوب المحارة دهان سمكه بيوصل لحت 3 ملي وممكن يوصل لأكتر من كده لو أنا عايز حسب سمك طبقة الدهان اللي أنا عايزها إذا في عندي عيوب أو مطباط أو ميول في المحارة بيداري عيوب المحارة وبيديني سطحه مستوي وبيديني شكل طبعا جمالي في حبيبات الكوارتز الخشنة مصنع من أجود المواد العالمية بجودة عالية متاح باللون الأبيض وبجميع الألوان الممكنة يعني أقدر أستخدمه بأي لون أنا عايزه السؤال اللي بعد كده بيقول لي إشرح مواصفات دهان الطينة الياباني فاكرين دهان الطينة الياباني أو اللي فاكرين بيقولوا لي مش ده دهان اللي كان بيطرد الأتربة والأوساخ وعشان كده ما بيحتاجش للغسيل أو هو غير قابل للغسيل إيه مواصفات الطينة الياباني بدون رائحة مادة قطنية تستعمل لأعمال الدكور الداخلي عملية وجميلة المنظر بتغني عن الدهان وورق الحائط يبقى بتوفر لي في التكلفة عازلة للحرارة وللصوت كمان ألوانها جميلة متعددة وحسب الطلب يعني أقدر أتحكم في درجة لونية بتاعتها تستعمل للمنازل والمكاتب والقصور يعني أقدر أطبقها في أي مكان تلامت دهان دهان داخلي طاردة للغبار ومضادة للعفونة يبقى رغم أنها غير قابلة للغسيل ولكنها بطبيعتها مش هتحتاج للغسيل بشكل كبير لأنها طاردة للغبار ومضادة للعفونة يعني لها تتحلل من نفسها ويحصل لها تعفن بوجود فطريات أو مواد طبيعية تأثر عليها ولا الغبار هيتراكم عليها فيطلف مظهرها ويخلي شكلها الجمال يبقى سيء أو الأوساخ تلتصق بيها يبقى طاردة للغبار ومضادة للعفونة ما هي مميزات دهان القطيفة؟ طبعا من اسمه دهان القطيفة دهان رقيق بيدي مظهر جمالي بيدي لمع بسيطة وفي نفس الوقت تطبيقه سهل على الأسطح وشكله بيبقى جيد جدا على الجدرون ما هي مميزات دهان القطيفة؟ بيستعمل دهان القطيفة كدهان ديكوري داخلي داخلي يبقى مقاومته للعوامل الجوية مش مقاومة قوية جدا سواء للأسطح القديمة أو الحديثة ده معناه أنه ما بيحتاجش تجهيز خاص للسطح لأنه هو أقدر أطبعه على السطح سواء كان قديم أو جديد دهان القطيفة دهان صديق للبيئة يعني لا يصدر عنه أي مواد تلوث البيئة أو تسبب مواد ضرة للصحة غير قابل للاشتعال طبعا دي ميزة جميلة خصوصا في الدهانات الداخلية دهان قابل للتنظيف ويتميز بسبات دائم في اللون يبقى ده مختلف عن دهان الطين الياباني إنه قابل للتنظيف يتميز بسبات اللون يعني مع تغير العوامل الجوية اللون بتاعه بيقدر محتفظ برونقه وجماله بيعطي شكل لقلقي كريستالي براق على الحوائط اللمعة بتاعة القطيفة دي متلقلقة لها لمعة كريستالية بيديني شكل جميل جدا طبعا ده مظهر جمالي رائع على الجدران بيوفر خيارات متعددة في الألوان يعني أقدر أعمل منه أي درجة لونية أنا عايزها خمات اللاكر الطبيعي ده الجزء اللي احنا تكلمنا فيه في الحلقة السابقة بداية دهانات اللاكر هنراجع بسرعة الجزء اللي أخدناه فيه دهانات اللاكر وبعد كده هنبتدي نكمل مع بعض الأجزاء الجديدة أو مجموعة الدهانات اللاكر الجديدة أو المتمقية دهان اللاكر أو اللاكيه الياباني قلنا أن أنا عندي نوعين من دهان اللاكر عندي دهان اللاكر الياباني أو دهان اللاكر الأصلي اللي هو مأخوذ من الأشجار وده دهان اللاكر الطبيعي اللي كان موجود في اليابان والصين طيب دهان اللاكر الياباني دم تقليده هنتكلم عنه بالتفصيل النهاردة اللي هو اللاكي الفرنسي اللي هي ترجمة كلمة لاكر بالفرنسية مما يتركب اللاكر الشرقي تركيبه الكيميائي المادة اللي بنسميها لاكر أو أساس دهان اللاكر اللي بتخرج من الشجرة أيها اللي فاكرين بيقولولي لما يوصل عمرها عشر سنوات مظبوط كده في أشهر الصيف يتركب اللاكر من حامد اليورشيك أو اللاكر الطبيعي المادة الأساسية ستين إلى تمانين في المية مية من عشر إلى أربعين في المية حمد كاوي متطاير من واحد وسبعة من عشر إلى تلاتة ونص في المية صموغ أو مواد لصقة من تلاتة إلى ستة ونص في المية يبقى النسبة الأعلى لحامد اليورشيك أو اللاكر الطبيعي ده الموجود المادة الأساسية بعد كده أنا هعمل على تبخر بقية المواد دي عشان يديني اللاكر الطبيعي الخام هنقول طبعا طريقة استخلاصه بالتفصيل اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت هنفتكرها مع بعض بس نخلص سؤالنا يبقى مما هتركب اللاكر الشرقي أو تركيبه الكيميائي حامد اليورشيك بنسبة من ستين لتمانين في المية مية من عشر إلى أربعين في المية حمد كاوي متطاير من واحد وسبعة من عشر لتلاتة ونص في المية سموغ من تلاتة إلى ستة ونص في المية اشرح طريقة استخلاص اللاكر واعداده للصناعة يبقى أنا السؤال ده عندي بيشمل حاجتين ازاي باستخلص اللاكر من الشجرة وازاي بجهزه عشان يبقى صالح لدهان افهم من كده ان هو بطبيعته لما بيخرج من الشجرة ما بيبقاش صالح للدهان اه خلونا نفتكر مع بعض احنا قلنا ايه الحلقة اللي فاتت قلنا ان انا عندي دهان اللاكر نوعين فيه لاكر اصلي طبيعي بيجي من الشجرة وبعد كده حابوا يقلدوه بديهانات هنتكلم عنها بالتفصيل معتمدة على الراتنجات والزيوت لكن بتديني مظهر مقارب لمظهر اللاكر راحهم سمينها ايه الفرنسيين زي ما احنا عارفين ان هم غالبا ما بينطقوشوا الحرف الاخير في الكلمة فلما جم يترجموا كلمة لاكر هسموها لاكيه يبقى الاكيه هو اللاكر الفرنسي طب هو الاكيه هو اللاكر لا الاكيه هو تقليد اللاكر طيب اللاكر بستخلصه ازاي قلنا ان انا بستنى لما الشجرة يوصل عمرها الى عشر سنوات ده معناها انها نضجت ان مادة اللاكر الموجودة فيها وصلت لمرحلة انها بقت مادة مكتملة التركيب قبل سن عشر سنوات بتكون الشجرة لسه في مرحلة النمو يبقى امتى بيكتمل نضجها ونموها لما بتوصل لعمر عشر سنوات لما بتوصل لعمر عشر سنوات ببتدي اشق الساق بتاعة الشجرة فيبتدي يسيل منها اللاكر الكلام ده بيحصل في انه وقت من السنة بيحصل من شهر ستة الى شهر تسعة علشان درجة الحرارة دي بتساعد على اثالة اللاكر داخل جسم الشجرة فلما ببتدي اشق الساق بلاقي اللاكر بتاعه بينزل بسهولة طبعا اللاكر اللي نازل من الشجرة مختلط ببعض الشوائب ببتدي اعمله عملية تصفية او تنقية يبقى امتى لما الشجرة تبلغ من العمر عشر سنوات فانهي وقت في اشهر الصيف من شهر ستة يونيو الى شهر تسعة سبتمبر بعد كده ببتدي اخد اللاكر اصفيه كويس جدا من الشوائب بعد كده ببتدي اعرضه للهواء والضوء فبيحصل ايه اولا بتبتدي تتبخر منه الميا والمواد اللي ملهاش لازمة تتطاير ويتبقى عندي اللاكر الخام لكن بيحصل له ايه اللاكر الخام اللي نازل من الشجرة مستحلب رمادي سقيل القواب مستحلب او مستحلب سامعاكم بترد عليها بتقولولي حضرتك قلتلنا المستحلب قبل كده احنا خلاص حفظناه المستحلب هو خليط غير متجانس يعني مواد مختلطة مع بعض ولكنها غير ممتزجة يعني ما تحولتش المادة واحدة او تركيبة موحدة ما زالت كل مادة فيهم موجودة ولكن هم مختلطين مع بعض بدون امتزاج وده معنى كلمة مستحلب تاني ايه الفرق بين التكوين او بين المركب وبين المصطلح نقطة دي مهمة جدا لان الخامات فيها مصطلحات كتير زي ايه لما اجا اقول مكونات أساسية للبوية ده مصطلح لكن هل مكونات بوية السليلوس زي مكونات بوية السنساتيك زي مكونات بوية الورنشات الشامعية مثلا لأ يبقى انا هنا عندي المصطلح سابت لكن ما يعبر عنه هو اللي متغير زي كلمة مستحلب كلمة مستحلب مصطلح ما معناه معناه خليط غير متجانس سيبقى لو حطيت المية والزيت خليط غير متجانس اذا حطيت روتينجو مية خليط غير متجانس. إذا حطيت أي خمتين يتقلبوا مع بعض دون أن يمتازجوا ويتحولوا المادة جديدة. التركيبة جديدة بخواص جديدة. يبقى اسمه مستحلب. يبقى المستحلب هو خليط غير متجانس. خليط نعم ولكنه غير متجانس. يبقى محدش يقول لي إيه ده المستحلب اللي هو الميا والزيت. لا. أي حاجة ينطبق عليها شرط إنها خليط غير متجانس. يبقى تاخد على طول لقب أو صفة المستحلب. يبقى هو لونه وهو نازل من الشجرة مستحلب رمادي سقيل القوام. ده اللون الخام بتاعه. دايما الحتة دي بتلغبط شوية في الامتحانات. عايزكم تركزوا. لما يجي يقول لك اللاكر الخام اللي بينزل من الشجرة ويقول لك لونه بنية أو لونه أسود أو أصفر. يبقى الإجابة دي إجابة خاطئة. لكن إذا قال لي الخام اللي لسه مستخرج من الشجرة هيبقى لونه رمادي سقيل القوام. نيجي بقى للنقطة التانية يبتدي تعرضه للهواء. يبتدي يتأكسد. يتفاعل مع الهواء. فيتحول لونه إلى البن المسفر. ثم يتحول إلى الأسود. هل السواد ده أو الاسمرار بيأثر على درجة لونه لما بيختلط بالملونات؟ أو لما بيجي دهنه؟ لا. مش بيأثر عليها. يبقى احنا كده تكلمنا عن طريقة إيه؟ استخلاص اللاكر. وبعد كده تجهيزه للإيه؟ للصناعة. تعالوا نشوف مع بعض كده إجابة السؤال بتاعنا. اشرح طريقة استخلاص اللاكر وإعداده للصناعة. زي ما قلنا بشوق الساق بتاعة الشجرة لما تبلغ قد إيه؟ عشر سنوات في شهر يونيو إلى شهر سبتمبر فترة الصيف عشان تسهل إزالة إسالة الورنيش. تنزع القشرة الخارجية المغلفة بعد الشق فيسيل إيه؟ اللاكر. بشوق الساق أشيل القشرة يبتدي اللاكر بتاعي يسيل. أصف فيه بقطعة من الإسفنج لإزالة أي شوائب. بسخنه في درجة حرارة منخفضة أو بعرضه لضوء الشمس. حرارة بسيطة. يقلب حتى يتبخر لإيه؟ الماء اللي احنا قلنا نسبته ممكن توصل لكام؟ أيها برافو عليكم. أربعين في المائة. من عشر إلى أربعين في المائة. يضاف إليه عناصر مختلفة من المواد الملونة. هو دلوقتي أصبح كمادة مادة رابطة. لكن محتاج أضيف له قواعد أو ملونات أو مكونات تخليه يتحول إلى بويا. زيه زيه أي نوع مادة لاصقة أو رتنجية طبيعية. زي إيه الألوان اللي بضفها له؟ أحمر الزنجفوري والأزرق الألتر مارين. وممكن أي نوع تاني من الألوان. وده اللي هناخده بالتفصيل في حلقتنا النهاردة. ما هي خواص اللاكر الخام؟ ده اللي احنا قلناه مستحلب سقيل القوام رمادي اللون. يتغير لونه الطبيعي عند تعرضه للهوى. تفاعل. فيتحول إلى البن المسفر. ثم إلى اللون الأسود. يبقى بعد التفاعل مع الهواء والحرارة يتحول إلى البن المسفر. ثم يتحول إلى اللون الأسود. قاوم الحرارة يقاوم الأحماض ويقاوم الأملاح. ولكنه لا يقاوم الضوء الشديد وآشعة الشمس بيتأثر بيها. فطبعا المكونات اللي بضفها عليه دي بتحسن من خواصه. اللونا بقى نبتدي في درسنا النهاردة. جزء الجديد اللي هنستكمله. أنواع دهنات اللاكر المختلفة. تكلمنا عن اللاكر. تكلمنا عن استخلاصه. دلوقتي بقى عندي لاكر. عشان أعمل منه دهان قلنا بنضيف عليه مكونات. ده اللي هنتكلم عنه النهاردة. إيه تركيب دهنات اللاكر اللي أساسها ورنيش اللاكر؟ أو النوع اللاكر الشفاف على الأخشاب والأرضيات المزحبة. طبعا قلنا الورنيش أو الدهان الشفاف غرضه الأساسي غرضه الأساسي أنه أنا عندي دهان شكله سطح شكله جميل. خشب تجزيع. قيمة زخرفة وبتين. حاجة شكلها جميل جدا. أنا عايز أحافظ على الشكل ده. فبدهن بديهان شفاف. يبقى بيفضل استخدام اللاكر الشفاف فين؟ على قطع الأساس المزخرفة بزخارف بارزة. اللي هي شغل القيمة. يعني إيه شغل القيمة؟ اللي هو الحفر على الخشب. اللي بيبقى موجود في الصالونات. شغل القيمة. ده اللي بيبقى موجود فيه رؤوس بتاعة الكنبوز والحاجات القديمة. خصوصا التراز القديم اللي هو الستيل أو الكلاسيكي. اللي هو شغل القيمة والحفر على الخشب. وهو فن جميل جدا. بيحتاج إلى مهارة. طبعا فيه منه بيتعمل بأجهزة وفيه منه بيتعمل يدوي. طبعا بيتعمل على الأخشاب الصلبة. جميلة الألياف. يعني الخشب شكله ربنا خلقه جميل. فيه ألياف وتجزيع شكلها حلو جدا. أنا عايز أحميم العوامل الجوية. وفي نفس الوقت أحتفظ بالشكل الجميل بتاعه. وده موجود دلوقتي عندنا في البيوت. الناس بتحب تحتفظ بشكل الخشب. وبتدهن دهانات شفافة. وممكن تكون ملونة. اللاكر المستخدم إما شفاف زي ما قلنا. أو ملون بأحد الأصباغ الشفافة. هنا النقطة اللي مش عايزاكم تخلطوا ما بينها. ما تخلطوش بين كون ورنيش. وكونوا ملون. ليس كل دهان ملون ساتر. فيه ملون ولكن شفاف. زي لما مثلا يكون عندنا حاجة من الأواني. أو كوب مثلا لونه أصفر. لكن هو شفاف بيبين السائل اللي جوه. يبقى ممكن الحاجة تكون شفافة. وفي نفس الوقت تكون ملونة. طالما بتظهر ما خلفها. لكن الدهان الساتر لا يظهر ما خلفه. إعداد ورنيش اللاكر الشفاف. بجهزه ازاي. ايه مكوناته؟ طبعا ورنيش اللاكر الطبيعي أساسي. زيت خشب التنج. اللي هو زيت التنج الصيني أو زيت الخشب الصيني. وده درستوه بالتفصيل في الصف الأول. يبقى ورنيش اللاكر الطبيعي واحد ونص جزء. زيت خشب التنج واحد ونص جزء. ورنيش البريلة خدتوه برضو في الصف الأول. بيساعد على اللمعان والبريق. واحد جزء. ترابنتين نباتي ده المخفف. وطبعا كل ما بتزيد نسبة المخفف بيقل إيه؟ ها شطرين. بيقولولي إيه اللي بيقل لما المخفف بيزيد. اللمعان برافو عليكم. كل من نسبة المخفف تزيد. اللمعان يقل. عشان كده لو عايز أقل اللمعة بزود جزء من الترابنتين. تاني ورنيش اللاكر الشفاف أساسه اللاكر. جزء ونص لاكر. زيت خشب التنج جزء ونص. ورنيش البريلة جزء واحد. ترابنتين نباتي واحد جزء. مهم جدا نفهم معنى النسب ده. وده مش بس هيفيدنا هنا في مادة الخامات. ولكن هيفيدنا كمان في مادة التخطيط. بمعنى مكونات الدهان المقصود بيها مقصود أن هنا كلمة جزء دي يعني وحدة القياس. يعني إذا أنا افترضت أن أنا حطيت كوب ونص من ورنيش اللاكر. يبقى أحط زيه بالزبط من زيت الخشب. أحط جزء واحد كوب واحد من البريلة. أحط جزء واحد من الترابنتين. طيب. لو أنا حطيت 15 كوب من اللاكر. يبقى هحط زيهم من خشب التنج. هحط عشرة بس من البريلة. وهحط عشرة بس من الترابنتين. يعني الجزء ونص دي بتتضاعف. ولكن مع الحفاظ على النسب. عشان تطلع الخلطة مظبوطة. يبقى ما ينفعش أغير النسب دي. وإلا تركيب الورنيش يتغير. لمعته تتغير. قوة التصاقه تتأثر. عرفنا نسب المكونة للدهان دي جات منين؟ دي أفضل تركيبة توصلها المتخصصين إن دي اللي تديني أفضل نتيجة في الأداء. وده اللي احنا بنشوفه في جدول المعدلات في مادة التخطيط. لما بنجي نحل الجدول التسميني أو كشف التكاليف. كيف نجهز ورنيش اللاكر الشفاف. طريق التجهيز ورنيش اللاكر الشفاف. يعني المكونات اللي فاتت دي. اللي احنا شرحناها دي. احنا بنحطها كده على بعض؟ ولا ليها طريقة في تجهيزها؟ لا. ليها طريقة. نشوف مع بعض الطريقة بتاع التجهيز ورنيش اللاكر. قال لي أول حاجة بسخن المكونات في حمام مائي. ما معنى كلمة حمام مائي؟ حمام المائي ده مصطلح. ما معنى هذا المصطلح؟ معناه أني ما بعرضش المادة للنار المباشرة ولكن بحطها في وعاء. الوعاء ده داخل وعاء تاني. الوعاء الخارجي فيه ماء ساخن. فيبقى هنا بسيح المادة دي أو بسخنها على البخار بدون التعرض للنار المباشرة. ليه؟ النار المباشرة تحرقها وتبوزها. زي ما بنعمل في الشوكولاتة كده في البيت لما بنيجي نسيحها مش بنحطها على النار مباشرة عشان ما تتحرقشه وتعمها يتغير. بنحطها في إناء والإناء ده جوه إناء تاني زي مين شاطرين اللي بفاكرين بيقولولي خدنا في المعدات الغراية الغراية برضو كانت نفس الفكرة. وعاء خارجي بنحط فيه المية. المية تغلي سخونة المية تسيح الغراء بدون ما يمسها النار أو تحرقها لأنه ده بيضعف قوة الالتصاق. يبقى بسخن مكونات الورنيش فيه حمام مائي. يعني بدون نار مباشرة على البخار. يقلب من آن لآخر في اتجاه واحد. مين الشاطر اللي يقولي ليه في اتجاه واحد؟ ها؟ برافو عليكم علشان ما يعملش فقاعات هوى والفقاعات دي تأثر على جودة الدهان بعد النضج. يبقى التقليب بيكون في اتجاه واحد لأن لو قلبت في اتجاهين مختلفين بساعد على دخول الهواء وخروجه مرة تانية وده بيسبب فقاعات وبيطلف الدهان. يبقى بيقلب في اتجاه واحد حتى نحصل على القوام المتجانس المطلوب. بعد كده لو حبيت احصل على طبقة نصف لامعة. ابص الزهنكم حاضر على طول قلته هنزود ايه الترابنتين او المخفف زي ما قلنا واحنا بنقدم المكونات. يستخدم ورنيش الدهان دافئا للحصول على سطح ناعم مصقول. يعني مش بستنى لما يبرد لان احنا عارفين طبعا الشاطرين اللي فاكرين الدهان الساخن بيقولولي الحرارة بتدي انسيابية للدهان. برافو عليكم. عشان كده لما باجي اطبق ورنيش الدهان. زي ما كنت بعمل في الرش الساخن. وقلنا انه بيدي نتيجة ممتازة. لان السخونة بتدي انسيابية وانسجام للدهان. نفس الحكاية هنا في ورنيش اللاكر. بستخدمه دافئا فبيديني انسيابية. وسطح ناعم مصقول. ودرجة جودة عالية لسطح الدهان. اللاكر المصقول. الساتر. لاكر ناعم. اساسه اللاكر ولكنه دهان ساتر. ما معنى كلمة ساتر؟ ساتر يعني له قوة تغطية للسطح. يعني الدهان لما بيتطبق على السطح بيغطي ما تحته. يعني تاني احنا اتكلمنا في النقطة دي اكتر من مرة. لكن برضو محتاجين نراجع عليها تاني. ان النهاردة الدهان الشفاف هو دهان. ممكن يكون عديم اللون وممكن يكون ملون. ولكنه بيظهر ما تحته. قلنا ايه الهدف من وجود دهان شفاف؟ الاحتفاظ بالشكل الجمالي مع حماية السطح من العوامل الجوية. النوع التاني الدهان الساتر. طب انا عندي كام نوع من دهان اللاكر الساتر. عندي انواع كتير جدا. بتختلف حسب ايه؟ حسب اللون اللي انا عايزاه. كل تركيبة نوع لاكر لها تركيبة مختلفة حسب الدرجة اللونية المطلوبة. احنا هناخد اللاكر الاسود، هناخد اللاكر الابيض، هناخد اللاكر الدهبي، هناخد المرون الاحمر. دي كلها درجات من درجات اللاكر الساتر او اللي بيغطي الأسطح. طب هل النارده اللاكر الساتر هم اللي احنا هندرسهم الاربع ولا الخمس درجات دول فقط؟ لأ نقدر اكون منه اي درجة لون انا عايزها. يبقى ليه هو لكر؟ لان الأساس المادة الرابطة اللاكر طبيعي. ولكن بيوضاف اليها المكونات اللي تحولها لدهان. إذا أضفت لو لاحظنا في تركيب الورنيش كل المواد اللي أضفتها إيه؟ زيت ورنيش بريلا ترابنتين مع اللاكر. الأربع مواد كلها مواد إيه؟ شفافة. لكن أنا هنا لما هاجي أدخل في تركيبات الساتر هبتدي ألاقي عندي فيه قواعد فيه ملونات المواد ديها اللي بتديني قوة التغطية. يبقى دهان ساتر يعني بيغطي. يبقى اللاكر المسكول أو طبعا مسكول يعني نعم أو سطح مستوي. اللاكر المسكول الساتر ألوانه من أشهرها اللون الأبيض وسن الفيل والبيج والرمادي والأحمر القاتم والمرون المائل إلى البني اللي هو الأحمر المائل إلى البني والأسود. مظهره فيه منه اللامع وفيه منه المطفي وفيه منه طبعا إيه؟ النصف اللامع. يبقى تاني لما يجي يقول لي بشكل عام الدهانات الساترة عبارة عن إيه؟ هقول له أنه عبارة عن اللاكر بيضاف إليه؟ قواعد وملونات حسب اللون اللي أنا عايزه. فيه أبيض وفيه سنفيل وفيه بيج وفيه رمادي وفيه أسود وفيه أحمر وفيه دهبي. اللي احنا هنخدهم بالتفصيل الأسود والأبيض والدهبي والمرون أو الأحمر. وفيه طبعا عندي الأسود الغامق وفيه طبعا عندي الأسود الشفاف. فيه كمان المظاهر بتاعته يأما لامع يأما نصف لامع يأما مط أو غير لامع بالمرة. النقطة اللي بعد كده اللاكر الكرومندل المحفور اللاكر الكرومندل المحفور مذكور عندنا بشكل بسيط قوي في الكتاب. بس أنا حابة أديكم تصور عن فكرة اللاكر الكرومندل أو المحفور. إزاي أنا أعمل حفر في الدهان؟ يعني خلينا كده ندي فكرة بسيطة عن الحاجة ديت قبل ما نبتدي ندخل أو نتكلم عن تفاصيل اللاكر الكرومندل. عايزكم يبقى عندكم تصور أو تقدروا تتخيلوا هو اللاكر الكرومندل دا عامل إزاي؟ أنا عندي الديهان بتاعي بيبقى عدة طبقات. في الأول هو طبعا بيبقى ليه سمك بسيط شوية. أنا ببتدي أعمل كل طبقة بلون مختلف. خلينا نتخيل مع بعض كده إن أنا بعمل عدة طبقات كل طبقة بلون. بعد كده لما ببتدي أحفر طبعا دي طبقات في الدهان وليس في السطح المحفور. تاني كلمة كرومندل يعني محفور. إحنا هنتكلم أو هيطرق معنا في الدرس أو هيرد علينا في الدرس حاجتين من اللاكر. محتاجين بس إن إحنا نوضح معناهم شوية. كلمة الكرومندل المحفور وكلمة الرليف البارز. هنا البارز مش في السطح والكرومندل المحفور برضو مش في السطح. الحفر هنا في طبقات الدهان والبروز هنا برضو في طبقات الدهان. طيب ده بعمله إزاي؟ قال لي اللاكر الكرومندل بعمل الآتي. بجهز قوام الدهان يكون سميك شوية وابتدي أقسمه فيه أوعية مختلفة. خلونا نتخيل إن أنا عندي مادة مادة الدهان لونها أبيض. قسمتها فيه خمس أوعية ولونت كل كمية بلون مختلفة. الأول عملت عدة طبقات من الأصفر. بعدها عدة طبقات من الأحمر. عدة طبقات من الأخضر. من الأزرق. وفي الآخر ده طبقة من اللون الأبيض. هستخدم بقى أدوات دقيقة جدا في الحفر. إذا أنا حفرت بعمق بسيط قوي. هيظهر لي أول لون على الوش. اللي هو أنا أفترض الأزرق. طب إذا تعمقت شوية يديني الأخضر. طب إذا تعمقت أكتر شوية يديني الأحمر. أكتر يديني الأصفر. طب أنا هستفيد من ده إيه؟ هستفيد إن أنا لو حفرت بقى أعمق مختلفة. يديني رسمة ملونة بدون ما تحتاج إلى تلوين. وفي نفس الوقت يبقى فيها بارز وغائر. وده بيدي شكل جمالي. ده ببساطة كده الكرومانديل المحفور. أو اللاكر الكرومانديل. النوع الثاني اللاكر البارز. أو الرليف. أو اللي هو بيبقى طبقة الدهان فيها بروز. دي بعمل إيه؟ بيبقى عندي بدي طبقة الدهان العادية. بأسس دهاني عادي. بعد كده بعمل رسمة. أبتدي أدي على الرسمة دي طبقات طبقات طبقات. لحد ما تديني السمك اللي أنا عايزه. طبعا قوام الدهان هنا بيبقى برضو تقيل شوية. بعد كده بدي طبقة الدهان فوق منها. وده بيديني شكل كأن الرسمة فيها شيء من البروز. وده الرليف أو البارز. يبقى الكرومنديل هو المحفور والرليف هو البارز. والاتنين بيتعملوا بطريقة الدهان. وفيه برضو طبعا رليف تحت الطلاق أو فوق الطلاق. ممكن تاخدوا الحاجات دي بالتفصيل في مادة العمليات. وطبعا ممكن نكون إحنا كده بناخد عنها فكرة عن طريقتها وطريقة تنفذها. يبقى اللاكر الكرومنديل أو المحفور. نوع من الدهان الزخرفي عبارة عن طبقة سميكة. منفذ من خلالها طبعا سميكة يعني قوام الدهان تخين تقيل. أم الله أنا أحفر فيه إزاي لازم يكون تقيل شوية. منفذ من خلالها حفر زخرفي يتم تنفيذه بدهان السطح عدة طبقات. هنا إيه اللي بيحصل؟ كل طبقة. مجموعة طبقات بلون. فيبتدي يتكون عندي سمك الدهان مثلا يوصل لنص سنتي. كل واحد ملي في النص سنتي ده بلون. لو أنا حفرت واحد ملي يظهر لي أول درجة. عمقت اتنين ملي يظهر لي لون الثاني. وهكذا تطلع الرسمة ملونة دون أن تحتاج إلى تلوين. وببروزات وأعماق مختلفة. وطبعا بيدي شكل جمالي حلو جدا. وفي النهاية ممكن أديها وش ورنيش للحماية. مما يتكون الدهان؟ اتنين جزء من ورنيش اللاكر الطبيعي. جزء واحد من التربنتين النباتي. جزء من أبيض الشروز. بص بدأنا نضيف إيه؟ مواد معتمة أو قواعد بتديني قوام. وفي نفس الوقت بتخلي الدهان ساتر. جزء دقيق ناعم. ده اللي بيدي التخانة. يبقى العجينة بتاعة الكرومندل. جزءين من الورنيش اللاكر؟ جزء من التربنتين. جزء أبيض شروز. وجزء دقيق ناعم. لنا أن نتخيل لما حطينا أبيض الشروز والدقيق. هنا مش بس الدهاني قوام. الدهاني كمان تغطيها. يعني بقى مادة ساترة تغطي ما تحتها. اللاكر المسطح. ومنفس فوقه زخارف بارزة ريليف. قلنا ده بيبقى لاكر عادي. واجي فوق منه أعمل العجينة. أو أعمل الأوجه التأسيسية. وقبل الوجه الأخير. أعمل الرسمة بعجينة الريليف. وأدهن فيبان كأن البروز من أسفل طبقة الدهان. عبارة عن ورنيش لاكر ممزوج بالشيروز الياباني. زائد أحمر السلقون. أكسيد الحديد والجرافيت الأسود أو الرماضي. المواد دي بتديني الصلابة. بتخلي المادة البارزة دي تحتفظ بسنكها وصلابتها. على أن تكون العجينة من قوام الطلاق. يعني تكون العجينة مش عجينة سميكة أوي. لأنها ممكن على فكرة تتطبق بالفرشة. تاني النقطة دي. أنا النهاردة لما باجي أعمل عشان ما تتخيلوش أنها عجينة. يعني بتبقى عجينة سميكة أوي. وبقدر أصبها مثلا بأرطيس. بأرطيس أو بصبها بأوعية أو كذا. لا. ده هي بتبقى يدوبك أتقل من الديهان قوامه مقارب لقوام الديهان. وببتدي أدهنها بالفرشة عدة طبقات. واسبها لما تنشف ودن طبقة تانية. وهكذا لحد ما تديني السمك اللي أنا عايزه. ملونات اللاقر. لما بحب ألون دهان اللاقر. ما هي الخامات أو ما هي المواد اللي بتديني دهانات لاقر سترة بألوان مختلفة. أول حاجة اللاقر الساتر الرمادي. يبقى ده لاقر إيه؟ ساتر لونه رمادي. يتكون من أبيض شروز زائد أسود صيني نجروشين أو بسموه نجروشين. هي عبارة عن قليط من كلمتين. نجرو أسود شين أو صيني. اللي هو نسبة إلى أنه صيني. الأسود الصيني. نجروشين أو نجروشين. شاينة اللي هي الصين. يبقى النجروشين أو النجروشين اللي هو الأسود الصيني. للحصول على الرمادي المطلوب. طبعا الموضوع مش محتاج من أننا تعب زهني. إحنا مش محتاجين أكتر من أن إحنا رمادي. يبقى الطبيعة هيكون موجود فيه إيه؟ أبيض وإسود. وما لإحنا نجيب اللون الرمادي إزاي؟ وكلمة لاقر يبقى معناه أنه فيه لاقر. يبقى أنت لو شاطر وده النقطة اللي إحنا بنقول عليها. مستسهلش أبدا في الامتحان أن أنت تقول مش عارف. دايما لما يجيلك سؤال في الامتحان تأكد أن أنت لو أقنعت نفسك. مش أقنعت نفسك بالكسب وإنت مش مذاكر. لا. لو استخدمت زكائك. استخدمت زاكرتك. استخدمت معلوماتك في جميع مواد التخصص. بأكد تاني. ممكن تكون مذاكر حاجة في العمليات تفيدك في مادة الخمات. مذاكر حاجة في التخطيط تفيدك في مادة الخمات. مذاكر حاجة في الخمات تفيدك في مادة المعدات أو العمليات. تاني. مواد بتاعتنا مش ممفصلة أبدا عن بعضها. يعني أنا بديك مثاله. وإنت شاطر في الرسم الفني. لما أجي أقول لك اللون الرمادي بيتكون من إيه؟ هتقول لي أبيض وإسود. نفس الحكاية بالنسبة لبقية الألوان. يبقى أنت كده عرفت مكونين وإن كنت مش هتقدر تجيب أساميهم. بس على الأقل إذا أنت كتبت أن فيه أبيض وكتبت أن فيه إسود. يبقى أنت كده برضو قلت جزء من الإجابة الصحيحة. يبقى النهاردة ما تستسلش لما تشوف سؤال تقول أنا مش عارف السؤال ده. لا فكر الأول كويس. وكمان أنا بيقول لك السؤال بيقول لك السؤال دايما بيبقى فيه جزء من الإجابة. السؤال بيقول لك لقر. دهان لقر يبقى أكيد فيه إيه؟ ورنيش اللقر يبقى أساسي عندي مادة اللقر. بعد كده بضيف الملونات حسب اللون اللي أنا عايزه. نرجع بقى للقر الساتر الرمادي بيقول لي يتكون من أبيض الشروز زائد الأسود الصيني النجروشين أو النجروسين للحصول على الرمادي المطلوب. يبقى ده اللقر الساتر الرمادي. بعد كده بيقول لي اللقر الساتر الأحمر الصيني يتكون من أكسيد حديد أحمر أحمر سلقون وأكسيد الحديد الأصفر. بص بشاطرتك أنت قلت إيه أحمر وأصفر يبقى يديني إيه؟ برطواني برافو. بيديني لون أحمر مائل للبرتقالي. يبقى اللقر الساتر الأحمر الصيني أكسيد حديد أحمر أحمر سلقون أكسيد حديد أصفر مع أكسيد الحديد الحمراء. بس زي ما احنا شايفين نسبة الأحمر أكتر من نسبة الأصفر. فبالتالي بيديني لون أحمر مائل للبرتقالي. اشتهر طبعا الصينيون واليابانيون. وإحنا طبعا عارفين برضو هنا لسه هنرجع تاني لنفس النقطة. عنديش مادة منفصلة عن مادة تانية. لما تيجي تدرس في تاريخ الفنون هتلاقي أن الصينيين واليابانيين اشتهروا بالألوان الفقعة أو الألوان الساخنة. الأصفرات والبرتقاليات وكسرت وتعدد الألوان. كنا لما بندرس المدرسة الصينية في الألوان كان بيقول لك استخدم جميع الألوان بدرجاتها. عكس مثلا المدرسة المصرية القديمة أو الحضرات القديمة استخدمت عدد محدود من الألوان بدرجات معينة. يبقى اللاكر الساتر الأحمر الصيني أكسيد حديد أحمر، أكسيد أحمر سلقون، أكسيد حديد أصفر. فبالتالي بيديني أحمر مائل إلى البرتقالي. وطبعا ده لون مبك استخدموه اليابانيين والصينيين بكسرة. اللاكر الساتر الأسود. ساتر وأسود. يبقى طبيعي لازم يكون فيه لون أسود. طب ولاكر يبقى لازم فيه ورنيش لاكر. شفتوا بقى إحنا قطعنا نص المسافة بمجرد ما شغلنا عقلنا شوية. يبقى ورنيش اللاكر جزئين. ترامنتين جزء واحد. أسود هباب. وده الناتج من حرق الأشياء. باخد الناتج الأسود بعمله عملية تكسيف. وبعد كده ببتدي أجمعه وأستخدمه. طبعا من حرق بعد المواد. اللي بينتجعنا هذا النوع من اللون الأسود. يعني مش حرق أي مكونات وخلاص. يبقى ورنيش اللاكر جزئين. ترامنتين واحد. أسود الهباب أو كربون الدخان. جزء واحد. القار الأسود أو أسفلت زيت البترول أو الفحم الحجري. الأسفلت الناتج من زيت البترول أو الفحم الحجري. اللي فاكرين لما كنا بنتكلم عن تقطير البترول أو تقطير الفحم الحجري. بيطلع منه مكونات مكونات مكونات. المادة الأخيرة اللي تتبقى في الآخر اللي فيها التكتل. اللي فيها هي مادة الأسفلت. مادة الأسفلت. طبعا كلنا شفنا الأسفلت وعارفين هو طبيعته وشكله عامل إزاي. يبقى القار أو الأسفلت. هو أسفلت زيت البترول أو الفحم الحجري. وده طبعا بيديني لون إيه؟ أسود. يبقى مكونات اللاكر الساتر الأسود. ورنيش اللاكر جزئين. ترابنتين جزء واحد. أسود الهباب أو كربون الدخان جزء واحد. القار الأسود أو الأسفلت بتاع زيت البترول أو الفحم الحجري برضو جزء واحد. ورنيش اللاكر الأسود. إيه الفرق؟ أيوة برافو عليكم. التاني كان ساتر لكن ده ورنيش يعني شفاف. ورنيش اللاكر الأسود أو بيسموه أسود جابون. بيسموه كده أسود جابون. أسود جابون يعني ورنيش اللاكر الأسود. بيتكون من طبعا المادة الأساسية ورنيش اللاكر. زيت الخشب الصيني. لاحظ أدي مادة شفافة. زيت الخشب الصيني مادة شفافة. راتنج طبيعي قوي شفاف. زيت التربنتين شفاف. قار أسود. هنا القار بيديني شفافية لإني مش حاطت معاه الهباب زي ما كنت حاطت في الأسود الساتر. تاني مكونات ورنيش اللاكر الأسود. ورنيش. ورنيش اللاكر بحط جزءين ونص. زيت الخشب الصيني جزء ونص. راتنج طبيعي قوي جزء واحد. زيت التربنتين جزءين. قار الأسود. ثلاث أجزاء عشان يديني درجة اللون الأسود اللي أنا عايزها. رغم كده هو مادة شفافة. ولكن بلون أسود. بسخن المكونات دي كلها على نار هادية أو في حمام مائي. يا إما نار هادية جدا جدا. يا إما بحطها في حمام مائي. وده أأمن وأفضل. وبيديني نتائج أحسن. لمدة طويلة للحصول على ورنيش متجانس نصف لامع. ليه نصف لامع؟ لأن أنا حطيت جزئين تربنتين. مش جزء واحد. وده بيطفي اللامع. يبقى مما يتكون ورنيش اللاكر الأسود أو أسود الجابون. اتنين ونصف ورنيش لاكر. واحد ونصف زيت خشب صيني. واحد روتنج طبيعي. اتنين زيت تربنتين. تلاتة قار أسود. بس بستخدمه ازاي أو بحضره ازاي. بضعه في حمام مائي. وأفضل أقلبه باستمرار لحد ما يديني القوام المناسب للدهان اللي أنا عايزه. ويتجانس مع بعضه ويتقلب كويس. عندي بقى هننتقل للنوع الثاني من اللاكر. بداء لللاكر أو اللاكر الأوروبي. قلنا هما في أوروبا ما عندهمش شجرة اللاكر. ما عندهمش الشجرة اللي بيطلع منها الصمار اللي نحن بناخد منها. لو تفتكروا قلنا بيطلع منها روتنجات طبيعية وبيطلع منها صمو. وبيطلع منها مكونات متعددة من السمرة. ومن σق الشجرة بيطلع اللاكر. الشجرة ليس متوفرة في البلاد الأوروبية. فعايزين يعملوا دهان يشابه هذا الديهان. فبدأوا يعملوا ايه بدأوا يشوفوا مظهر الدهان عامل ازاي ويبتدوا يفكروا ايه المواد المناسبة اللي يعملوا بيها دهان يدي نفس المظهر رغم عدم موجود اللاكر الخام الطبيعي يبقى اللاكر الشرطي او اللاكر الخام ده لاكر طبيعي جاي من الشجرة لكن اللا كيه مش مادة طبيعية ومش جاي من الاشجار ولكنه تقليد للاكر وبيديني نفس المظهر بتاعه ونفس الاشكال الجمالية بتاعته وعشان في اوروبا او في فرنسا بشكل خاص كانت ترجمة كلمة لاكر هي كلمة لاكيه يبقى تقليد اللاكر هو اللاكيه الاكيه الاوروبي طبعا حاولوا الاوروبيين تقليد دهانات اللاكر اللي جاي من الصين واليابان بيسموها الشرق الاقصى توصلوا بعد عدة ابحاث الى صناعة انواع من الورنيشيات الزيتية والكحولية تعطي في مظهرها تأثير يشبه اللاكر الشرقي القديم طبعا احنا بناخد خمات من سنة اولى وعارفين يعني ايه ورنيش الورنيش هو مزيج من سائل وسيط مع روتينج اذا كان الروتينج مع سائل وسيط كحول يبقى ورنيش كحولي اذا كان الروتينج مع سائل وسيط زيتي يبقى ورنيش زيتي اذا كان برضو الروتينج مع وسيط مائي يبقى ورنيش مائي يبقى تاني يعني ايه ميس يعني اللي انت بتقولي ده ان برضو كلمة ورنيش ده مصطلح مش مادة لأ الورنيش حالة ايه هي الحالة؟ مادة شفافة ايه مكوناتها؟ روتينج وسائل وسيط بيتسمى الورنيش على حسب نوع السائل الوسيط اذا كان ورنيش وسيطه زيت يبقى ورنيش زيتي ميا يبقى مائي كحولي يبقى كحولي يبقى توصله لايه؟ بعد عدة ابحاث لصناعة انواع من الورنيشات الزيتية والكحولية بتدي فيه مظهرها تأثير يشبه اللاكر الشرقي القديم تعتمد الورنيشات الزيتية والكحولية على صهر الروتينجات الطبيعية زي الكوبال وخلطها مع الزيوت القابلة للجفاف تاني بصهر الروتينجات الطبيعية زي الكوبال واخلطها معا طبعا خدتوا الكوبال بالتفصيل في الصف الاول خلطها مع الزيوت القابلة للجفاف زي زيت الخشب الصيني طبعا احنا عارفين يعني ايه زيت قابل للجفاف خدتوا برضو ده بالتفصيل في الصف الاول ان انا عندي فيه في الزيوت حاجة اسمها احماض دهنية فيها مشبعة وغير مشبعة كل ما تكون نسبة الغير مشبعة اعلى ده بيخلي قابليتها لانها تنتص الاكسوجين اعلى وبيخلي نسبة جفافها اعلى تاني انا النهاردة ليه عندي فيه حاجة اسمها زيوت مكفافة زيوت نصف مكفافة زيوت عديمة الجفاف الزيت عديم الجفاف هو زيت او بطيء الجفاف اذا تركته مهما تركته من مدة مش هيجف طب ده ينفع في الدهنات لا ما ينفعش وما البضيفه في الدهنات كماده ايه شطرين فاكرين برافو عليكم كماده ملدنا يديني لدانة ومرونا وطبعا ده بيبقى بنسبة قليلة كماده مساعدة زي زيت الخروع الخام في زيت خروع منزوع منه المية علكته فتحول من زيت غير مكفاف الى زيت مكفاف لما يبقى زيت مكفاف ينفع في الدهنات وخصوصا الدهنات الخارجية لكن طول ما هو زيت غير مكفاف يبقى صالح فقط كماده ملدنا او تديني مرونة لفيلم الدهان الزيوت نصف المكفاف نسبة الاحماض الغير مشبعة فيها متوسطة يعني لا هي بطيئة الجفاف او عديمة الجفاف ولا هي سريعة الجفاف تنشف بسرعة وتديني طبقة تتصلب بشكل سريع لانها تمتص الاكسوجين بشارها فتبتدي تجف في وقت ايه اسرع الزيوت المكفاف بقى نسبة الاحماض الغير مشبعة فيها نسبة عالية جدا ده بيساعدها على امتصاص الاكسوجين وبيخليها يتجف اسرع عشان كده اسمها زيوت مكفافة يبقى انه نوع الافضل للدهان طبعا الزيوت المكفافة الزيوت التانية اللي هي متوسطة الجفاف ليها استخدمات والزيوت بطيئة الجفاف ليها استخدمات لكن كزيوت خاصة بالدهان افضل حاجة الزيوت المكفافة عشان تساعدني في تكوين طبقة الدهان او فيلم الدهان طبعا لازم تنشف وتكون طبقة صلبة ولازم تكون طبعا من الزيوت المكفافة يبقى تاني الزيوت المكفافة بخلطها مع الروتنجات خلينا نرجع تاني لتكوين الورنشات اللي هي بنقلت بيها اللاكر او بنسميه اللاكيه او اللاكر الاوروبي بتعتمد على ايه بصهر الروتنجات بصهرها يعني بسياحها بحرارة بديها عملية الصهر او الانسهار او الاسالة الصهر عملية اسالة الاسالة للروتنجات الطبيعية مثل الكبال ويدخلت مع زيوت قابلة للجفاف زي زيت الخشب الصيني بعد كده اداني نوع الدهان اللي احنا سميناه دهان اللاكيه او تقليد اللاكر ايه انواع البدائل اللي بتديني نفس مظهر اللاكر بس بتركيبات اوروبية اللي هي طبعا تقليد اللاكر اول حاجة بديل اللاكر الزجاجي او الجولد سايز الفرنسي الجولد سايز الفرنسي بيديني مظهر اللاكر الزجاجي يعني طبعا شفاف ولامع كلمة زجاج تدل على انه ديان شفاف ولامع بديل اللاكر الزجاجي او الجولد سايز الفرنسي سندراك مانيلا طبعا ده رتنج طبيعي كوبال مانيلا او زنزبار جزء واحد قلفونية رتنج برضو طبيعي زيت تربانتين زيت التنج الصيني هنا هنلاحظ ايه فيش ورنيش لاكر لان هنا احنا مش بنستخدم الورنيش الطبيعي احنا بنقلده بند نفس المظهر بمكونات المتاحة عندنا في البيئة الاوروبية سندراك مانيلا جزء واحد كوبال مانيلا او زنزبار جزء واحد قلفونية جزء واحد زيت تربانتين واحد ونص زيت التنج الصيني جزء واحد دي مكونات الايه اللاكيز الزجاجي او تقليد اللاكر الزجاجي ايه طريق تحضير بديل اللاكر الزجاجي او الجولد سايز الفرنسي دهان شفاف بيقل الدهان اللاكر الشفاف ولكن بمكونات لا تحتوي على اللاكر ما عليش تخلينا نشوفها تاني مع بعض دينا بص المكونات ما فيش لاكر في سندراك في كوبال في قلفونية في تربانتين في تنج صيني راتنجات وزيوت وزيت التربانتين المخفف ما عنديش هنا اي مادة ايه من اللاكر الطبيعي ازاي بحضر الورنيش طريق التحضير بديل اللاكر الزجاجي او الجولد سايز الفرنسي تصحق الراتنجات كلهم على حدة صحقا جيدا كلهم على حدة يعني كل واحد لوحده مش بمزجهم مع بعض بطحن كل واحد لوحده عشان اوصل لدرجة النعومة الاقصى حسب نوع كل مادة يوضع زيت التربانتين في وعاء من الالمونيوم اكيد لمنع التفاعل ويضاف اليه مصحوق راتنج الكوبال يبقى بالترتيب كده انا عندي خمس مكونات مش بحطهم كده ليهم ترتيب في عملية الاعداد زي بالزبط لما بديك مكونات اكلة او طريقة طهي لحاجة بديك الاول المكونات وبعدين بديك طريقة التنفيذ هنا انا بديتك مكونات الورنيش دلوقتي بشرح هعمل الخلطة دي ازاي هطبخ الورنيش ده ازاي تصحق الراتنجات كلهم على حدة صحقا جيدا يبقى اول حاجة بجيب كل الراتنجات المواد اللاسقة بتعتي بطحنها كويس كل واحد لوحده بعد كده بجيب وعاء من الالمونيوم بحط فيه زيت التربنتين او الجزء ونص تربنتين اللي عندي وحط لهم اول حاجة راتنج الكوبال ببتدي اسخنه على نار هادية بدرجة 110 مئوية لما يتم اللين صهار احط راتنج السندراك ويقلب ثم تضاف القلافونية المسحوقة عرفنا ليه تحنى كل واحد لوحده لان كل واحد بيضاف في مرحلة غير التاني تاني الكلام ده مهم جدا ليه ليه انا بضيف كل واحد في مرحلة غير التاني لان كل واحد عشان ينصهر بيحتاج درجة حرارة مختلفة فانا لما باجي احط الراتنج الاولاني بحطه في درجة الحرارة المية وعشرة بعد كده لما يبتدي ينصهر ويوصل لدرجة حرارة اعلى ابتدي اضيف التاني بعد كده لما ينصهر ابتدي اضيف التالت وده معناه ان كل واحد فيهم محتاج وقت نطج غير التاني يبقى ليه ما خلط نشر الراتنجات مع بعض لان كل واحد محتاج لدرجة حرارة غير التاني وكل واحد بيتحط في مرحلة من مرحلة البوية غير التاني يبقى بصحق الروتنجات كل واحد لوحده أحط التربنتين في وعاء من الألمونيوم وحط معا مين راتنج الكبال أول حاجة بسخنوا لحد 110 درجة مئة ويبقى أنا حطيت الكبال على البارد وبدأت أسخن لما ينصهروا الاثنين مع بعض خلاص أضيف عليهم السندراك بعد ما أقلب السندراك ويدوب أحط القلافونية المسحوقة مع رفع درجة الحرارة 160 شفتوا بقى اللي احنا بنقوله يبقى القلافونية محتاجة درجة حرارة أعلى تطفئ النار ثم اضاف مصحوق الجير المطفي إلى المزيج احنا ما قلناش ياميس جير وإحنا بنشرح آه لأن الجير ده مجرد مادة مساعدة هو مش مكون من اللي هتفضل في الديهان ده كده بالزبط اعتبروا مادة بضفها تاخد الشوائب معاها وتنزل تترسب في القاعة يبقى النهاردة بطفي النار نزله من على النار ما بحطش الجير وهو على النار وبعدين أحط مسحوق الجير المطفي اللي هو طبعا مطفق بالماء أو مضاف إلي الماء وخدته طبعا الجير بالتفصيل آه وبرضه هناخده تاني إن شاء الله في الترمة التانية هناخد أنواع الجير بالتفصيل الجير المطفق هو الجير الحي بعد إطفاقه بالماء بعد كده بحطه بالتدريج بيبقى ممكن بودر بحطه بيتحد مع المكونات وينزلي الشوائب في القاع بعد كده بشيل الزيت وبرمي الشوائب بتاعتي فيبقى كده عندي مديني الورنيش بتاعي نقي ومضيف جدا باخده بعد كده وقلبه وحط عليه درجة اللون اللي أنا عايزها وابتدي أقلب فيه لحد ما شيل كل الشوائب اللي فيه إحنا كده طبعا لسه ما خلصناش دهانات اللاكر طبعا دهان اللاكر دهان كتير متعدد وفيه منه أنواع متعددة إحنا هنكتفي بالقدر ده النهاردة وإن شاء الله في الحلقات اللي جاية نكمل بقية دهان اللاكر مشكركم لحسن استماعكم هليكوا دايما فاكرين أن لكل مجتهد النصيب وإن اجتهدنا وطموحنا هو سر نجاحنا دمتم متفوقين أترككم في رعاية الله شكرا شكرا